في الوقت ده أنت كنت بتعملي يعني متوازي كده أبو العروسة وعدنا نشحتك على باب السيدة عملنا كده وعدنا نقول نبي يا رب ساوسن بدر يا رب ونبي الأسبوع ده ساوسن بتقولي والله بصور والله بصور كده طيب أنا قدامي دلوقتي تلات موديلات مختلفين متوازين كل واحد محتاج مجهود يعني فيه ممثلات ممكن في واحدة من دول تخايش ما تعرفش تشيله كتير لكن الأهضاء اللي صار مثلا أبو العروسة وزي الشمس حاجات متوازية تقريبا أو يعني قريبة قوي من بعضها وتلات شخصيات مختلفين خديجة هنم بس هو أهضاء اللي صار قبلهم بفترة كان متصور وخلصان قبلهم بفترة بس هو اتعرض في نفس الوقت بالنسبة لي وصلني أنا وصلني تلات ساوسن بدر مفيش واحدة ملمسة مع التانية مفيش واحدة حرق للتانية شغل مفيش واحدة تقولي الرياكشن ده بتعمله استامبا فاهمت زيك فده المعجز يعني ده اللي بيخليني بقف قدامك الحقيقة مبهورة جدا ربنا يخليك والله العظيمة الله العظيمة ساوسن الله ما بجملك مش عايزة حاجة اخر الشهر انا عايزة اول الشهر اول الشهر بس وحيات ربنا لانه يعني بتبهريني ايه ستة دي مركزة جدا واخد الموضوع بجد جدا انا واخده بجد وده احترافها يعني محترفة لعيبة محترفة على المستوى عالي جدا احكيلي بقى ابو العروسة مثلا ده شربوة الرحلة طويلة ده شربوة طب العروسة 120 حلقة بين ولا ده ايه احنا الآن مخلصين 120 اه اه يعني بالجزء الثاني اللي اتعرض ده بقى انا 120 ويا رب ان شاء الله نكمل ان شاء الله انا نفسي نفسي لانه من وجهة نظري قد كده المسلسل ده مهم في الفترة دي دلوقتي لأسباب كتيرة جدا بنسبالي انا اهمها انه فكرنا تاني بالطبقة المتوسطة فكرنا بالطبقة الوسطى اللي هي احنا كلنا بلا استثناء اللي هي الطبقة العظمة في مصر واللي هي العمود الفقري بتاع المجتمع المصري واللي احنا كنا بقلنا شوية كده مش فاكرينها اه بنلف حواليه اه وروحنا في حتة تانية رحنا تحتها رحنا فوقها والمجتمع مش ده بس مش طبقتين بس ده هم تلاتة والطبقة دي اهمهم فاتبسطت جدا جدا ان المسلسل وهاني كمال المؤلف شاب استدفتوا هنا وعجبني قوي انه هو وعي للنقطة دي ووعي للجيل البتاعك انت وزوجك انه برضو هو شافهم في البيت شافهم طبعا شاف اهلهم فافتقدهم يعني مفتقدهم برضو دلوقتي بالزبط انت عاملة فيه بقى المسلسل ده معلم مع الناس طبعا لانهم عاشوا معاك دور عايدة ده بالطول والعرض وابتدى كان ينغبش قوي لما عملتي المشهد انت وصفاء الطوخي اللي هي حمد بنتي حمد بنتي مشهد تاريخي كان في ملامح ضحك وكان في ملامح حزن طبعا وكان في ملون بحياتنا وشبه اللي بيحصل برضو في اللحظات دي احيانا يعني مش طول الوقت طبعا مش قاعدة انما فعلا ساعات في اللحظات دي بالذات ما تعرفيش ليه المفترض يحصل العكس تبقى الناس كلها كده منبسطة مع بعضها ومنبسطة وبتتكلم في حالة انبساطية كده لأ ساعات يحصل العكس فتلاقي كله رح مطلع دوافره لبعضه ورح تتريجل على رجل لبعضه وابتدوا كل واحد يبص للتاني في الكلمة فبرضو هيني رح ملمس على اللحظة دي اني لقيا جماعة الحكاية مش كده والزمن ده مش حينفع فيه كده الزمن ده بقى صعب قوي والحياة صعبة جدا وخلينا نسهل الحياة للشباب اللي عايز يخش صح يعني يبني بيت ويبني عيلة ويخش بشكل صح صحيح فانتو المشهد ده كان تقدمة حالة بقى هتبقى من اه زي بيوت كتير وفيه كمان منطقة تانية لما طبعا تجهزوا ايوه ده الليلة كبيرة انتو كارولين عازمي وبتلفوا وبتعملوا وبتلموا والتفاصيل بتاعة الفرح المشهد اللي كان بينيو بين كاروليندا كان خضيع خضيع اللي بجرت فيه الجهاز بتاع بنتي بقى بتاع زينة اللي هتتجوز دي وبقول لها حمليكي بقى وانت اكتبيني ده كان مورة بقى احنا مكناش عارفيني صوره لان هي المفهودة ان هي بتغلط ما هو ده برضو من ضمن الحاجات دلوقتي ان فعلا الولاد وهما بيكتبوا حتى الكبار بيكتبوا الكلام مش صح معجل 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 بالظفت زي العجين لما كيكا ببوز مالك غريب غريب وتستغرابي يعني الشخص اللي كتب المفروض لأ فيه ناس بتكتب العربي زي ما سمعته كأنها عمره ما شافيته مقري وبياريتها سمعته صحة كأنه اللي بيبقى في عقف السمع والله والحاجات دي اي واي 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 كررتي ايه من الاخطاء الشائعة دلوقتي طبعا انت شوية من كم سنة لان حفيتك اه مالك ماشي في 15 سنة اه يعني من شوية لكن لو انت النهاردة بتجوزي مالك بقى هتعملي ايه هتتحاشي ايه لو انا لا حاجات كتير يعني انا الحقيقة تقريبا عملت مع ياسمين نفس اللي عملته مع زينة بالكميات كم طاقم معرفش ايه وكم طاقم معرفش ايه اه انا بكلم بصراحة اه لو انا النهاردة لو حضرت جواز مالك انا ه يارب يارب هتبوزلين على الاعداء لا 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 ان شاء الله عدالهم ان شاء الله اذن الله يا رب مش هعمل كده بس انا معرفش بقى ياسمين حتعملها كده ولا لا لان انا بقولك عننا بقى لانه ده ده سبب على فكرة في كرسة قومية تلت اربع الغريمات دولة يعيني الستات بيجوزوا ليه كده واحدة قاعدة في اللوية وتسعى الولية وتجيب ده مرة واحدة بعتت تقول لي ساعات ناس تطلب منك حاجة ربنا يقدرك تعمليها وكده فقالتلي انا بتجوز ومحتاجة مش هفقي قلتليها عايزة ايه شابة وبحب رح تطلب حاجات يا سوسا انا نفسي عمري ما شفت ما دخلت بيتي اصلا ومنهم عدة جهاز كده انا نسيت اسمه حتى اركوبال مش عارف ايه كده اركوبال ايه حاجة فسألت الناس يا جماعة والبتاعدة قال والبتاعدة ده بيطل وصيني ومش عارف ايه وفمفارش صفرة مشغولة قلتليها بنتي ليه يا ماما اه لا 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 ايه ده ده مهو ده الموروث اللي لازم يتغير اه طب انا هقولك على حاجة خلاص بقى دلوقتي انا قاعدة لوحدي ياسمين في بيتها وخلاص وبالتالي حتى لما بتروحي تعملي مشترواتك وبتعملي تشتري حاجات بيتك اللي بتاعت البيت ما بقيتش بتجيبي نفس اللي كنا بينجيبه زمان فتعلمت ان انا اجيب فكهة على قد ما انا عايزة انا عايزة خوخ قد ايه هات كذا واحدة اه عايزة مش عارفة ايه هات كذا واحدة هات كذا واحدة فالاول ما كنتش متعودة فكنت عندي سنة احراج وانا بعمل ده بعد كده بقيت بعمله عادي لان هو فعلا ده صح اكتر من كده الحاجة حطبوز في التلاج صحيح ده الموروسة اللي لازم يتغير بالزبط بدل ما في النهاية واحدة هتتجاوز وما تخش للسجن انا مش فاهمة بناتنا يجاوز وحنا نتسجن اه انا مش فاهمة ايه المنطق ده عالجن لازم يتغير طيب عندك كمان بلوك فابو العروسة لما عايدة اصيبت بالمرض ده اللي مش عارف ايه وبينك وبين نفسك ايه وبعدين اول واحدة صرحتيها هي الحامة دي اللي انت كنت من اول يعني لقائكم عاملين لبعض كده ده مشهد انساني جدا يعني وحكيهولي احكيلي عليه يعني كان من ضمن الدراما اللي هاني حيتكلم فيها ان بعد الجواز الخلافات بتروح لما بيبقوا فعلا الاشخاص طيبين دي خلافات وقتية وكان من ضمن الخط الدرامي ان عايدة وصفاء حيبوا اصدقاء بعد كده فحتى في المشهد ده بتقول لها انا ما عنديش اخت بنت ده واول حد فكرت اقول له قبل جوزي اختي حروح لاختي فما لقتش غيرك وده حقيقي انت هتلاقي عندك صاحبة عمرك وانا عندي صاحبة عمري وفلان عنده صاحبة عمره ساعات كده في حاجات محتاجة صاحبتك فيها محتاجة تحسي ان في واحدة صاحبتك هي الوقفة جنبك في تفاصيل يمكن ما تقدريش احيانا تقوليها لبنتك زي مثلا ماش هتشارع البروكة ليمكن البروكة وتجربة البروكة دي لحظة كاشفة جدا لقنستك لقنستشخصية صحيح العمل جميل انت كنت عملتي انت كنت ابتدتي حملة ايوا بتاعت الكشف المبكر مش كده ايوا طبعا اه حملة مهمة جدا جدا دي عن الكشف المبكر عن سرطان السدي للستات وهو الحقيقة برضو بيتعمل كشف كامل مش بس ده اه تحت رعاية الرئاسة يعني مهمة جدا جدا ودي بالضبط الرسالة اللي احنا كنا عايزين نوصلها في الجزء ده من المسلسلة دي مش نهاية التنمية وريدت يلضموا فيها برضو الكشف المبكر عن عنق الرحب لان ده برضو مشكلة تشيل بلاوي طبعا توفر مصائب يعني الحقيقة لما يحصل فيها الحقيقة وهي دي جزء أولي من الحملة الحملة لسه مستمرة اه اه فيها كذا حاجة اشتركوا في القناة